اهلا وسهلا فيكم من جديد وإلى أصل الحكاية وموضوعنا لليوم موضوع جدا مهم هو ارتباط العنف بالفقر وحسب الدراسات الأخيرة 64% من العنف يحدث بسبب الفقر هذا ما يقوله آخر استطلاع أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية فهل هاي المقاربة صحيحة في الدور الأول أم تحتاج تدقيق إضافي الاستطلاع تناول تفاصيل كثيرة حول العنف في المجتمع الأردني غير أننا سنبحث اليوم مسألة العنف وارتباطه في الفقر تحديدا ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم في الستوديو أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة رانيا جبر صباح الخير دكتورة صباح الخير أهلا وسهلا فيك إذن دكتورة خلينا نبلش بشكل عام بمفهوم العنف عندما نتحدث عن العنف هل إحنا بنحكي فقط العنف الجسدي الضرب أم هناك معاني أخرى أولا شكرا لك على هذه الاستضافة ولقناة رؤية للحديث عن هذا الموضوع الهام حقيقة بداية إذا أردنا أن نعرف العنف فالعنف هو استخدام المتعمد للقوة سواء التي تلحق أضرار بالشخص نفسه أو بالآخرين وللعنف طبعا مظاهر وأشكال عديدة تبدأ من القمع واللي بتمثل بالعنف النفسي أو ربما أحيانا العنف اللفظي من خلال الألفاظ والشتائم وغيرها ومرورا بالعنف الجسدي ومن ثم العنف الجنسي وأيضا أن يصل إلى أعلى مراتب اللي هي الغلوب والتطرف ومن ثم الإرهاب فالعنف كما تعلمين هو ظاهرة موجودة في كافة المجتمعات ويعني منذ بداية الخليقة والعنف موجود ما بين البشر بشكل أو بآخر ولكن فيما يتعلق بحديثنا عن العنف والأسباب أو الظروف والعوامل التي تؤدي إلى العنف فهي عديدة ومتنوعة وتختلف من المجتمع إلى آخر ولابد من الإشارة بداية أن العنف موجود في كافة المستويات الاجتماعية وبين مختلف الفئات العمرية وأيضا ما بين الطبقات الاجتماعية على اختلافها سكرا دكتورة نعم يعني أول ما طلعت على هذه الدراسة بتحكي أن 64% من الأردنيين بيحكو أنه فيه ارتباط بين العنف والفقر هل إحنا بهذه الدراسة وبهذا الاستطلاع عم نعطي فرصة للمعنف أنه يحكي آه والله هنا أنا أتخبى وراء إصدت أنه أنا فقير وبقدر أني أنا أعنف في الناس حولي وبالأخص أفراد العائلة يعني بداية خلينا نقف عند هذه الدراسة أو عند هذا الاستطلاع الذي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل يومين دائما استطلاعات الرأي هي تكون اتجاه قضايا ملحة حدثت في الشارع ولا بد من معرفة آراء الناس واتجاهاتهم حول هذه القضايا وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون النسب الصادر عن هذه الاستطلاعات هي نسب حقيقية ومعبرة عن حقيقة الواقع الراهن في أي مجتمع من المجتمعات وإنما هي تعبر عن وجهات نظر الناس كما تعلمين أنه قبل قريبا عشرة أيام أو أسبوعين من الآن كانت لدينا على السطح قضايا عديدة فيما يتعلق بحالات العنف الأسري وكانت من أبشع الحالات التي عرفها المجتمع الأردني وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة حتى أنها شكلت رأي عام أردني بأن هناك ارتفاع وأن المجتمع الأردني للأسف مجتمع عنيف أو مجتمع يميل إلى ممارسة العنف بين أفراد الأسرة بالنسبة للإستطلاع عندما نتحدث أن هذا يرتبط بصياق الحدث يعني أن هناك حديث في الشارع حول قضايا العنف الأسري وجرت الدراسة والإستطلاع وبالتالي أراد الناس أن يعبروا عن أراءهم نحو هذه القضية فأشاروا إلى أن الأسباب أو العوامل الأساسية المسؤولة باعتقادهم طبعا حول العنف هي الفقر لكن حقيقة نحن كباحثين يجب أن نستوقف عند هذه النقطة ونركز عليها مرجعيتنا الأساسية في أي رقم أو في أي نسبة في أي مجتمع هو من الجهات والمؤسسات المعنية بهذه القضايا والموضوعات من أهمها إدارة حماية الأسرة والتي تأتيها حالات العنف الأسري وتتعامل معها وترصدها وتعرف الأسباب والدوافع الأساسية وراء العنف فلدينا قرابة الغاية الآن تقريبا ما يزيد عن عشرة آلاف حالة عنف أسري تتنوع ما بين عنف موجه ضد الزوجة عنف موجه ضد المرأة بشكل عام وأشكاله المختلفة أو عنف ضد الأطفال أو عنف ضد الفئات الضعيفة في داخل الأسرة مثل كبار السن لكن الحديث أنه نحن عندنا نسبة كبيرة جدا من العنف داخل المجتمع الأردني مقارنة بعدد السكان يعني لا بد من الوقوف عليه والتمحيص فيه والإشارة إلى أن السبب الأساسي للعنف هو الفقر هذا يعني حقيقة مدعاء إلى التروي ونحن كباحثين ليس من الحكمة وليس من المنصف أن نصف الفقراء بأنهم أشخاص عنفين مئة بالمئة لأن الفقر موجود بمختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية لكن أحيانا الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللي بعيشوها الفقراء قد تدعوهم إلى التنفيس أو التعبير عن استياءهم وصختهم عن هذا الواقع بالرجوء إلى السلوك العنف ولكن لا يعني بذلك أن الفقراء إجمالا أو بالمطلق هم أشخاص عنفين مضبور فهناك أيضا أسباب دوافع أخرى غير الفقر يعني منها أهم من المجحف أن نرد أي ظاهرة أو أي مشكلة في المجتمع إلى عامل واحد أو إلى سبب واحد فهناك مجموعة من العوامل والظروف اللي تتشابك مع بعضها البعض والتي تفضي إلى ظاهرة العنف ومن أهم هذه العوامل أو الأسباب هي الاستماعات الشخصية للشخص الذي يمارس العنف وقد نتحدث عنها مطورا ومن أهم الاستماعات الشخصية لهذا الشخص هو ضعف مهارات التواصل لديه وعدم قدرته على التعبير عن حالات الغضب والانفعال اللي قد تكون موجودة لديه وبالتالي يلجأ إلى السلوك العنيف بدلا من قدرته على التعبير والحوار والنقاش ولديه ضعف أيضا في التعامل مع المشاكل يعني نحن في المجتمع الأردني من أكثر القضايا الحاحن أرى أنه يلابد من دراستها وطرحها هي كيف أن نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة لطيفة وبطريقة تفضي إلى استيعاب الآخر وفهم الآخر ودكتور هون إحنا عم نحكي بغض النظر عن الطبقة يعني ممكن يكونوا أشخاص أغنياء مثل ما ذكرتين ممكن يكونوا من الطبقة المتوسطة أو من الطبقة الفقيرة وكل حدا ممكن يكون بلجأ إلى العنف في حالات معينة إحنا ضده بكل الأحوال وإحنا ضد المعنف ولسنا ضد طبقة معينة وعشان هيك بصراح أنا واحدة من الأشخاص اللي زعلت لما شفت أنه 64% من الأردنيين بيقولوا أنه العنف والفقر مرتبطين أو كل ما زاد الفقر زاد العنف أو بالعكس لأنه ما بينفع أنه إحنا نحكي فقط هي مرتبطة بطبقة واحدة هي مرتبطة بعادة بأسلوب تعامل بتنشئة قد تكون شاف والله كبر وأحد الكاركتير لازم أعقب عليه أحد الكاركتير شفناه خلال الأيام الماضية وتم نشع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة برؤية كان عم بيورجي إنه آه أب وأم وقفين مع ولد صغير الولد الصغير بحكي لأخته الأكبر منه إنه روح يجيبي لي مي ولا باش تشارك إشي بهذا المعنى الأب بحكي له آه أب رأب وزلمي والأم تحكي آه رجال والبنت عم تبكير للأسف لأنه هذا واقع سمعنا في قبل وشفنا عم بصير على أرض الواقع فإذا إحنا وردي زارعين هذا الاشي كيف نتوقع إنه ما يكون موجود لما يكبر بالتأكيد أساليب التربية وأساليب التنشئة اللي بتركز على يعني إعلاء مكانة الذكر على الأنثى ممكن أن تفضي إلى مثل هذه الممارسات وزي ما حكينا أنه نحن في ظروف وعوامل كثيرة تدعو إلى ممارسة العنف من ضمنها اللي هي أيضا الخلافات الأسرية في داخل الأسرة وعدم التفاهم ما بين الزوجين وأيضا أحيانا من الأمور اللي كمان ممكن أن تكون الغيرة والكبر والرغبة في ممارسة السلطة ومن قبل الشخص الذي بيده ممارسة السلطة الزوج يمكن أن يمارس السلطة على الزوجة أو على الأبناء بطريقة تفضي إلى استخدام العنف وأيضا من كمان في ظروف وعوامل أخرى تدفع إلى العنف عدم رغبة الشخص المسؤول بتوفير الحماية والرعاية للأبناء مثلا أو للأشخاص الآخرين المعهود إليهم بالرعاية من القيام بهذه الواجبات وعدم رغبته في تحمل المسؤولية فكل هذه الأمور هي متشابكة بالإضافة إلى العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي هم تكون بيئة حاضنة ومساعدة على نمو العنف طيب دكتور إذا إحنا بنرجع للقام لقلتيها مسبقا في منكس حماية الأسرة وجمعية حماية الأسرة ذكرتي أنه بحدود العشر آلاف حالة وصلت إحنا لما نحكي عن عشر آلاف حالة إحنا عم نحكي عن ما يقارب الواحد بالمئة من المجتمع الأردني هم اللي يجو بشكاوي أو بقضايا إلها علاقة بالعنف هل فعليا إحنا عم نذكر نسبة واحد بالمئة بالمجتمع الأردني؟ يعني أنا الرقم هو يمكن يزيد شوي صغير لأنه في العام 2018 كان عدد الحالات اللي وصلت لإدارة حماية الأسرة وبلغ عنها بشكل رسمي وتم التعامل معها وعلاجها وحالة جزء منها إلى القضاء نعم كانت 11900 حالة يعني قرابة 12 ألف نعم من عشر مليون تقريبا نحنا نحكي عن نسبة يعني تصل إلى واحد بالمئة من المجتمع وهي نسبة يعني ليست كبيرة جدا بالنسبة لمجتمع مثل المجتمع الأردني مقارنة بالمجتمعات الأخرى هذا السؤال يعني النسبة في بعض المجتمعات تحديدا مثلا في فرنسا مثلا يعني نحنا بنحكي عن حوالي 2000 عفوا 250 ألف حالة سنويا تصل إلى الأجهزة الأمنية والشرطة هي قضايا ترتبط بالعنف ضد النساء وضدها وحالات عنف أسري فهي يعني عدد كبير جدا مهول مقارنة نحنا بأننا بالأردن عم نحكي عن 12 ألف حالة العام السابق وبالتالي يعني هذه النسبة لا تد طبعا هذه الحالات اللي وصلت وتم الإبلاغ عنها وتم تعامل عنها التبلغ عنها لكن في المقابل في هنالك حالات يمارس نحوها العنف في داخل أسرنا وفي داخل المجتمع ولكن لا تصل إلى الجهات المعنية ولا يتم التعامل معها أهم قضية في مسألة العنف تحديدا وتحديدا العنف الأسري عندنا في المجتمع هو الاعتراف بهذه المشكلة وبهذه الطاهرة ولذلك نحن نجد أنه في الحكومة الأردنية بدأت منذ فترة طويلة مقرابة أكثر من عشرين عام من عام السبعة وتسعين وفي عندنا إدارة حماية الأسرة هي الجهة الرسمية الحكومية المعنية بالتعامل مع حالات العنف الأسري وحالات العنف الموجهة ضد الطفل وضد المرأة حتى وإن كانت خارج إطار الأسرة أيضا كمان هناك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية كمؤسسة نهر الأردن واتحاد المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والعديد من حقيقة من الناشطين بقضايا حقوق الإنسان وبعض المؤسسات اللي اهتمت بموضوع العنف ودرسته للحلولة دون تفاقم مثل هذه القضايا والمشاكل داخل المجتمع المدني وأيضا تقديم خدمات الدعم اللازمة للضحايا لضحايا الأنف طيب دكتورة بتظني هل يوجد المرأة المضطهضة داخل عائلتها أو تتعرض للعنف داخل العائلة وتأبى أن تقول للمجتمع أنه أنا تعرضت للعنف وهل هذه النسبة كبيرة موجودة يعني إحنا لما نحكي عن 1% هي نسبة متدنية إذا ما قارننا ب250 ألف حالة بفرنسا في السنة الواحدة هذه نسبة متدنية جدا والحمد لله يعني إن شاء الله يكون هذا الرقم الفعلي ولكن نعرف أنه في سيدات برفض أنهم يحكوا في سيدات بحكوا أنه لا أنا بدي أحافظ على عيلتي تماثوا كل أسرة بالتأكيد يعني فيه جزء كبير من الحالات اللي هي المسكوت عنها أو الحالات اللي نقدر نقول أنه بتم ممارسة العنف نحوها وخاصة العنف الموجه ضد النساء أنه تعرفي ثقافة مجتمعنا هي ثقافة بتركز على الستر والستيرة صحيح وعلى مفهوم التماسك الاجتماعي وعلى المحافظة على كينونة الأسرة وبقاءها فبتجد أن هذه السيدة قد تتعرض إلى أشكال مختلفة من العنف من قبل ربما زوجها وربما أحيانا من أهل الزوج أو حتى ربما يكون العنف ممكن يكون من أشخاص مقيمين محى في داخل الأسرة الحماء أو أحد كبار السن اللي ممكن أن يحد إليها برعايتهم في داخل الأسرة فقد تتعرض المرأة إلى أشكال مختلفة من العنف ولكنها تسكت عن هذا العنف ولا تعبر عنه من أجل المحافظة على سمعة الأسرة وبقاء الأسرة وإن كانت هذه السيدة هي زوجة فبتخاف على أبنائها فبالتالي بتقول أنا بسكت على ما يصيبني من أجل أني أحافظ على أبنائي وهذا حقيقة خطأ كبير جدا طبعا لأن العنف قد يولد عنف أكبر وقد يفضي إلى نتائج ربما تكون صعبة جدا قد تفضي إلى حياة مثل هذه الزوجة يعني فبالتالي نحن هنا من هذا المنبر لابد من الإشارة إلى أن النساء اللي بتعرضوا للعنف وحتى الفتيات اللي يمكن أن يتعرضن للعنف من داخل أسرهم لابد من أنهم يلجأوا ويعبروا عن ما يتعرضون له للأجهزة والجهات المعنية لأنها كفيلة بتقديم الحماية والدعم لهم ولأسرهم وللشخص أيضا في خدمات تقدم للأشخاص اللي بيقوموا بالإساءة صحيح سواء كان الزوج أو الأخ أو الإبن يعني دكتور رانيا جبر أستاذة في علم الاجتماع في الجامعة الأردنية شكرا جزيلا لك على هاي التفاصيل بالأخير بهمنا نوضح الصورة إحنا لما نذكر أنه 24% من الأردنيين كانوا بيقولوا بيئة دراسة التي أجريت مؤخرا أنه نسبة العنف مرتبطة بنسبة الفقر هذا الشيء يعني قد تكون هذا أو قد يكون هذا الاستطلاع تحديدا قد ذكر هذه الأرقام ولكن هذا الحكي ما بيعني أنه إحنا نتخبى وراء ظاهرة العنف وراء الفقر لأنه كل منهم هي حالة مختلفة ولكن دائما منشجع أنه إحنا نحب بعض نتأخها ندير بالنا على بعض وكل شيء إذا إحنا مندير بالنا على عائلتنا رح نقدر أنه نضبطه بمجتمعنا وإن شاء الله بيكون يعني كل عائلة عم تابعنا الآن بعيدة كل البعد عن العنف بكافة أشكاله